اهلا بحضراتكم من جديد يعني انا شخصية مستمتع بالحوار مع عضيفة الكابتن فتح مبروك كابتن فتح كنت باسألك قبل الفاصل عن الكابتن جهري رحمة وطلعين تعلمت من الكابتن جهري ايه وهنا زي ما قلتلك يعني اللقطة الاولانية اللي انا خدتها من كابتن محمود الجاري يمكن وانا عندي خماش سنة مقتطعة مرة فعلا في اتحاد الجيش في كبر القبة كنت تعلمت منه حاجات كتير قوي ان هو طبعا كان مزابط في القوات المسلحة فتحس ان انت داخل الملعب فعلا يبقى ليك نفسي تتمرن لو دوات جاهزة الشغل كله جاهز يعني ما استناش ان احنا ننزل الملعب وعدين يفكر لا كان دايما قبل قبل التدريب قبل التدريب يبقى انجاز الملعب ومجاز الوحدة التدريبية اللي هنشتغل عليها كان بحب المهنته قوي قوي فدي انا خدتها من الحمد لله كل الفرق ما مسكت فرق كنت قبل الوحدة التدريبية قبل اللعيبها ما تيجي بساعة تلاقي الملعب ده الوحدة التدريبية جاهزة الادوات كل حاجة شغال في الملعب شغال عشان حتة التانية الروح يعني برضو الروح دي بتبقى حلوة قوي كد نجوري راح مطلع عليك الروح حلوة قوي يعني روحه سواء القتالية او روحه مع اللعيبة يعني بيتمتع بالاتنين روحه القتالية حلوة قوي ان هو يبقى حفز اللعيبة وفي نفس الوقت يحب اللعيبة قوي انا كان عندي جين هو دائما كان يفكر في المستطيل الاخدر مستطيل اخدر ده يعني بقى كيان لوحده كيان لوحده عايز بقى نضحك عايز نهرج عايز نتكلم بره الملعب انا تعلمت منه دي تعلمت منه الانضباط في شغلي انضباط في شغلي برضو دي حاجة مهمة جدا جدا الكابتن جوري راح مطلع عليك كان منضبط جدا جدا في شغله وفي توقيتاته وفي كل شيء اه اتعلمت منه تعلمت منه مرضو ان انت لازم في معظم اوقات الفنية لازم تجازف يعني في مرض كده لازم تجازف تعلبت منه دي كاس العالم تسعين كان حلم لمصر والمصريين علشان تحلم وتوصل لازم الحلم اكيد ابتدى من قبلها الكواليس بقى والاستعداد لكاس العالم وتحضير الكابتن جوري وانتقاء اللاعبين والمعسكرات هو بس الحمد لله يمكن برضو احنا فكرنا كواس قوي قبل كاس العالم وكانت في مجموعة يمكن برضو المجموعة بتاعتنا ولكن كان الاهم في كل هذا بعد ما تخطينا المجموعة مباراة الجزائر مباراة الجزائر اللي هناك واللي كانت في القاهرة اللي هناك طبعا انطرح فرقة الجزائر كان فرقة الجزائر في هذا التوقيت كان فيها كم محترفين مش عايز اقول لك يعني كانت من الفرقة اللي على الساحل الأفريقية لا الف حسين مش ما الأفريقية من الفرقة المميزة جدا فاحنا كننا رايحين هناك رايحين في جو كمان كان فيه جو متوتر جدا بين بيننا وبين الجزائر في هذا التوقيت او بيننا وبين منتخب الجزائر في هذا التوقيت الاشي ما حدش اخدها بسبب عمل ليه ان حد كان كتب في بعض الجرائد ان لازم منتخب مصر يلعب هذين المباراة بروح اكتوبر نصر اكتوبر 73 بروح اكتوبر فطبعا هي عملت شوية توطر هناك مع الجماهير وشوية توطر مع المسؤولين وبدليل ان احنا حتى منزلنا هناك منزلنا هناك يمكن مش عايز اقولك ركبنا الطيارة نزلت مطار ركبنا اوتوبيس لن نرى الشارع عربيات شرطة وحد ما دخلنا الفندو الاوتيل برضو حواليه شرطة كبيرة جدا الملعب رحنا اتمررنا ما شوفنا الشكل الشارع حتى في المباراة لعبنا المباراة وخرجنا على مصر على طول فانا الجو كان متوتر يعني الجو كان متوتر كانت مباراة الصعودة اللي كانت في مصر هي هي مباراة الصعود بقى دي دي اللي كانت مهمة جدا لان عملنا مطشو كويس جدا هناك اتعدلنا وكانت جو هناك كمان يعني الجمهور الجزائري كان محترم جدا شوف رغم هذا الشحط المعنوي ولكن الجمهور الجزائري كان محترم جدا جدا فوالله يا كابتن اسامة ما تتخيلش ما احنا عملنا المباراة دي وتعدلنا الجمهور الجزائري شجع منتخب مصر بعد هذه المباراة في الجزائر المباراة كانت في مصر ليلة المباراة وهي دي مباراة الصعود ليلة المباراة يمكن أقول لك ليلة المباراة ليلة المباراة أولا الجماهير المصرية العظيمة إحنا كنا مش عايز أقول في دار الدفاع الجوي كنا بنعتبر بيتنا دار الدفاع الجوي ده مش عايز أقول لك العربيات وكمية الكالكسات وكمية مصر مصر دي كانت على طول في ودننا حتى اللي بقول لك وإحنا على العشاء وإحنا في القوض وإحنا بره وإحنا هلنام كل هزي الأمور يمكن للساعة 2-3 الجماهير بتلف حوالين دور الدفاع الجو ومصر فقدتنا دوافع عالي قوي ان احنا هزي المباراة مباراة خلاص بح مصيرية بتلعب ده منتخب قوي منتخب قوي زي ملتلك فيه محترفين كتير دخلنا بق في المحاضرة ودخلنا في الشحن المعنوي ودخلنا في الأمور دي كلها ودخلنا الاستاد اتفاجئنا ب130 ألف متفرج ما فيش مكان لمخلوق طبعا مش عايز أقول لك حصل شيء من عارف بقى من الجماهير دي تديك دفع معنوية 130 ألف متفرج لعبة الحمد لله نزلت قدت أداء كويس جدا ويمكن كابتن حسام سجل الهدف وصعدنا بيه لإيطاليا ولما صعدتوا بقى الإيطاليا والمجموعة بتاعتنا المجموعة النارية مجموعة النارية وهولندا ورود خلت تعملتي لما عرفتنا اللي عبروط لا إحنا إحنا أول بص إحنا أول ما عرفنا المجموعة المجموعة قوية آه طبعا يعني هولندا كانت واخدة بطولة بطولة الأمة الأوروبية آه آه يمكن فريق مجموعة أو ما كانش أقل المجموعة أو ما كانش عندنا معلومات كتيرة عنه ولكن شوف بقى أن الكابتن جوري قال لي فيه ماتش إيرلندا وروسيا آه ماتش إيرلندا وروسيا الماتش ده كان في إيرلندا قال لي هتطلع الماتش ده تتفرج إيرلندا وجيب لي تقرير فني كويس على إيرلندا كامل عن إيرلندا طبعا آه وفعلا رحت نزلت لندن ويمكن تعرف حبيبي كابتن عباس قعود آه طبعا كابتن عباس قعود يمكن آه نجمل سكواش آه وقعدت عنده ليلى وبعد كده خدنا طيارة وطنعنا إيرلندا وجهزت التقرير وجيبنا بقى اتفرجت على إيرلندا وروسيا وجيت قلت للكابتن جوري في هذا التقرير قلت له أقوى فرقة هنقابلة في المجموعة دي إيرلندا إزهو هولاد ده ليه ومش ليه قلت له لأ الفرتين الثاني بلعبوا كورة آه يعني زينا آه فرقة إيرلندا فرقة قوي جدا فتنس عالي جدا آه أجسام ما شاء الله يعني ويل بيلت كلهم آه عندهم رؤوس حربة مميزة آه بيلعبوا بالسيستيم أو التكتيك الإنجليز زمان آه كلها كورة طويلة بيحطك في التمنتاشر آه ولو تلاعز ماتش إيرلندا إحنا فعلا فعلا يمكن تسعين ديئة كنا محتورين في التمنتاشر في نص الملع